موقع حصص اونلاين نضع العلم بين يديك. اللهم صلى الله عليه وسلم محمد سؤال رقم خمسة خمسة عشرين بسم الله آآ جيد مساحة المنطقة المحصورة بينها منحن الاقتران. قاف سين يساوي اربع ناقص سين تربيع. تربيعي. قاف سين هيو. قاف سين يساوي اربع ناقص سين تربيع. تربيعي. اول واحد. طب سريعا ناخد معلومات سريعا هذا الاقتران. استاذ هذا تربيعي مفتوح لسين تربيع سالبة. اذا هذا تربيعي مفتوح لاسفل. تعرف تجيب النقطة هاي. آه على السريع. معامل سين. آه هاي بتطلع صفر. معنى تعوض صفر هتطلع صفر واربع ومفتوح لاسفل هون. خلاص? سريعا يعني ما بتاخدش معك ثواني معدودات. هالسريع. هاد مفتوح لاسفل لانه هاي سالبة. طيب السين ما فيش سين معاملها صفر. اذا صفر. وعوض الصفر اربع ناقص صفر اطلع اربع صفر واربع مفتوح لاسفل. يعني معلومة سريعا الاقتران التربيع. ومحور الصادات. محور الصادات معروف اللي هو عمود اصلي اللي هو سين. يساوي صفر. هذا اصلي. عمود اصلي محور الصادات. والمستقيمين صاد يساوي سين ناقص اتنين. صاد يساوي سين ناقص اتنين. وعندك صاد يساوي ستة ناقص سين. صاد يساوي ستة ناقص سين. هاي الاقترانات. وفي الربع الاول كله بطلع بطلع موجة. على السريع يلا نساوي الاول بالتاني اربع ناقص سين تربيع اربع ناقص سين تربيع يساوي سين ناقص اتنين انجل السين تربيع هناك هتصير سين تربيع وفي عندي زائد سين ولما ننجل الاربع هتصير سالب اربع يعني ناقص ستة يساوي صفر حلل سين سين موجب سالب الفرق بينهم واحد تلاتة باثنين هون هتطلع سين يساوي سالب ثلاثة باثناشية هتطلع سين يساوي ايش سين يساوي اتنين هاي كمان عمود سين يساوي اتنين هات اربع ناقص سين تربيع برضو اربع ناقص سين تربيع هنسويها مع مين مع ستة ناقص سين ستة ناقص سين هات السين تربيع هون سين تربيع في ناقص سين ولما نجيب الاربع برضو هتصير ناقص اربعة ستة ناقص اربعة تصير زائد اتنين يساوي صفر عددين حصل ضربوهم اتنين ومجموعهم واحد بعرفش شوف المميز المميز بقى تربيع طلع واحد ناقص اربعة في الف اللي هو واحد في جين في اتنين هيطلع المميز سالب اذا هدول ما بيتقاطع الاول والتالت ما بيتقاطع الاول والتالت ما بيتقاطع خد هذا الان سين ناقص اتنين سين ناقص اتنين هتسويها بستة ناقص سين الناقص سين هتروح هناك هتصير زائد سين السالب اتنين هتصير زائد اتنين هون هتصير 2C نساوي 6 زائد 2 8 هتطلع عندك C نساوي 4 هاي كمان C نساوي 4 القيام 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 4 بالنسبة للتربيع عوض 0 4 نقص 0 بتعطيك 4 عوض الـ 2 2 تربيع 4 4 نقص 4 0 عوض الـ 4 4 تربيع 16 4 نقص 16 سالب 12 وحتى سالب 12 هاي بدناشي اياها لان احنا شغالين بس في الربع ايش في الربع الاول تعال هون 0 نقص 2 هتعطيك سالب 2 بدناشي اياها برضو 2 نقص 2 هتعطيك 0 4 نقص 2 هتعطيك 2 6 نقص 0 هتعطيك 6 6 نقص 2 4 6 نقص 4 2 احنا في الربع الاول يا جماعة خلونا نرسم هذا هيك وهذا هيك ايوه الربع الاول طيب ارسملي التربيعي التربيعي الاعمدة اولا حاضر القيم اللي عندي اربعة يعني احكي واحد اتنين ثلاث اربعة وعندي برضو ستة حاضر واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة ستة ماشي واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة ستة الاعمدة اللي عندي عمود اصلي سينة سو صفر هذا اصلي يا جماعة هذا اصلي هايو هذا عمود اصلي هيدخل معنا في المساحة اللي بدنا اياها وفي عندك سينة ساوي اتنين هاي سينة ساوي اتنين وفي عندي سينة ساوي اربعة هاي سينة ساوي اربعة هاي كمان عمود سي نساوي أربعة ارسم الاقتران التربيعي صفر وأربعة صفر وأربعة هتيجي هنا اتنين وصفر اتنين وصفر هتيجي هنا فعندك أربعة وسالب 12 وبتلزمناش رأس الاقتران هذا صفر وأربعة اللي هي هاي ومفتوح لأسفل يعني اعتقد هيك هيجي هاي رسمنا التربيعي ارسم لنا الخطة صفر وسالب اتنين بدناشي اياه صفر وسالب اتنين مسمحينك فيها ليش بدك شياها لان فيها سالب اتنين هاي هاي بدناشيها لانها مش في الربع الاول وهات بدناشيها في الربع الاول طب عندك اتنين وصفر هايها اتنين وصفر وفي عندي اربعة واثنين اربعة واثنين هون هايها وصل بناتهم هاي وصلت بناتهم اقتران اقتران ايش اقتران خطي طيب ماشي. الاخير صفر وستة. صفر وستة. هيو. صفر وستة هون. صفر وستة. وعندي اتنين واربعة. اتنين واربعة. وفي عندي اربعة واتنين. هاي اربعة واتنين. وصل بناتهم. ها. شو رايكو? وين المساحة اللي بين. المساحة اللي بين. التربيعي والخطي والخطي والمحور الصادات الاصلي. ومحور الصادات الاصلي لانه عمود اصلي. ها. مين لقطها يا جماعة? مين لقطها? ها. مين لقطها المساحة? بين التربيع والخط والخطي والعمود الاصلي اللي هم مذكورين في السؤال. اللي هم مذكورين في السؤال في الربع الاول. استاز هايها. وضحت يا جماعة أيها وضحت ليش؟ هاي ها هذا الاقتران محور الصدات اللي هو مذكور في السؤال هاد وهاي وعندي هذا الخط هاد ماشي والخط هاد وإيش والتربيعي هاي التربيعي هاي التربيعي وهاي المساحة اللي بناتهم طيب كم مساحة هاي؟ هاي ميم واحد وهاي ميم اثنين العمود الأول من صفر وعندك هاي عمود اثنين من صفر لاثنين وعندك من اثنين لأربعة مساحة تانية إذن التكامل الأولاني ميم واحد يلا أعطوني اياه ميم واحد ستة ناقص سين. ناقص مين اللي تحت? الخط التاني اللي هو سين ناقص اتنين دالسين. ازا ميم بتساوي ميم واحد زائد ايش? زائد ميم اتنين. في اشي في السؤال هات? السؤال هاد في اشي يا جماعة? لا يستاذ واضح جدا. يبقى هاي. هاي عمودين. وهاي اقترانين. وهاي عمودين واقترانين. لا تنسوا. عمودين اقترانين. عمودين اقترانين. واللي فوق نقص اللي تحت. اللي فوق نقص تحت. هاي عمود التاني التالت. هاي ميم واحد. وهاي وهي ميم وهي ميم اتنين. سؤال سهل? هاي سؤال خمسة وعشرين. خلنا ننقل الان اسئلة يا جماعة. هذا سؤال خمسة وعشرين. راح انطقل لأسئلة مرسومة جاهزة. وطالب المساحة. يعني جايبين لك الرسمة جاهزة. جايبين لك الرسمة الرسمة جاهزة. اللهم صلى سيدنا محمد. آآ سؤال ستة وعشرين. جد مساحة المنطقة المظللة. جد مساحة المنطقة المظللة وهذا رقم واحد. هاي الرسمة رقم رقم واحد. طيب هو جايبين لك الرسمة جاهزة. الرسمة جاهزة. هتحسب ان الموضوع سهل يعني يتافي. خلاص الرسمة جاهزة انتهى السؤال. لا بدك تركز هون بدك تركز ركز لي في المنطقة اللي بده مسحتها طب هو بده مسحت المنطقة هاي أستاذ تعرف ترسمها برة؟ آه بعرف أرسم لك إياها بر حاول ترسمها بر ماشي هي جاية هيك وهيك وهيك هيها هاي المنطقة أستاذ اللي بده إياها طب جميل هاي المنطقة اللي بده إياها نقلتها يعني كأني نقلتها برها هيك وين أولها؟ هي جاية من هون أول إشي لحد لحد هون طب ممتاز طيب وفي أعمدة في النص آه أستاذ فيه هون نقطة تقاطعة هات سحبة واحد هدا مين؟ هدا مين؟ هدا محور السينات هدا محور السينات الوصاد صاد يسوي صفر وفي واحد هيك وفي واحد هيك هدا اقتران وهدا اقتران غيره وهدا واحد تاني إذا فيه اقتران هيك وإقتران هيك تغير يعني صار اقتران هيك صار واحد تاني فيه بينهم عمود أكيد لازم إذا فيه هون كمان عمود طيب حلو يعني صار فيه مساحتين هاي ميم واحد وهي ميم اتنين تمام طب ميم واحد من وين؟ أول إشي هون عندك من عند الصفر إذا من الصفر هل نحكي من الصفر لا لوين؟ هون باي على أربعة ها باي على أربعة لوين آخر شي لباي على اتنين لباي باي على اتنين إذا ميم واحد ميم واحد هتساوي تكامل من صفر لباي على أربعة من صفر لباي على أربعة اللي فوق هاي ميم واحد اللي فوق اللي هو الأحمر هاد الأحمر اللي هو قفصين جيب سين جيب سين ناقص اللي تحت اللي هو التفقن اللي هو محور السينات اللي هو صادس أو صفر دالسي خلاص هاي ميم واحد طيب ميم اتنين اللي هي تكامل من باي على أربعة لباي على اتنين من باي على أربعة لباي على اتنين هاي هاي ميم اثنين من اللي فوق الأزرق طيب الأزرق هذا مين اللي هو جاتها سين حلو ناقص اللي تحت اللي تحت برضو محور السينات اللي هو صفر دال سين هاي ميم واحد وهاي ميم اثنين وميم بتساوي ميم واحد زائد زائد ميم اثنين بتطلع الجواب. أنا عليها التكامل وأنت عليكم الجواب. طب يا أستاذ مش مستاهلة أرسمها بره والقصة. على السريع من الرسم هاي هم بينه هاي من أول من عند الصفر ل لبايع على أربعة لبايع على اثنين هايها. صفر وهون في تقاطع إذا من صفر لبايع أربعة لبايع اثنين. أولها صفر آخرها بايع على اثنين وفي النص في تقاطع عند البايع أربعة هاي ميم واحد وهاي ميم اثنين. الفوق ناقص اللي تحت. الفوق ناقص اللي تحت. يا سيدي إذا انت صرت خبرة عادي أنا بشرح لك بالتفصيل. أنا حكتلكم أنا وظيفتي بشرح بالتفصيل. انت بتعرف تسويها بسرعة? سويها بسرعة. بس نصيحتي في هذا السؤال شوف شو المساحة اللي بديه أرسمها بره لحالها هاي من هون لهون وفي عندك هون اقتران وهون اقتران في نقطة تقاطع. حط عمود بصر ميم واحد وبصر عندك ايش ميم اثنين. شو اللي تحت هذا يا أستاذ? هذا اللي تحت بيكون محور السينات هذا الافق يبكون اقتران طبعا. فصارت المساحة عمودين اقترانين عمودين اقترانين لازم عمودين اقترانين عمودين اقترانين. هاي القاعدة يا جمالة تنسوها نهائيا شغلة عمودين اقترانين. هذا رقم كام? الرسمة رقم واحد سلطوا عن النبي. اللهم صلى سنة محمد يلا الرسمة رقم اثنين اللهم صلى سنة محمد. لسة احنا مع سؤال رقم ستة وعشرين. الرسمة رقم اتنين. وين المساحة المظللة? هي ها المساحة المظللة. انا شو حكيت? نصيحة جبل لي اياه برا. حاضر. بدأ فن الشغل ها يا استاذ. طبعا بدأ فنه اللي احنا بنلعب. اه هيك. طيب حاضر. هذا هيك. وفي هيك حتة صغيرة. وفي جاي هيك. وفي هيك يا استاذ. حاضر. هي المساحة. تمام. هي ها المساحة يا جماعة. لو ظللناها هيها بتطلع نفسها. هيك وهيك وجاي هيك وجاي هيك. ها. وين جماعة الرسمة? طيب ماشي يا استاذ. وين بدايتها? انا شعب بدايتها من هون. عندي الصفر. ونهايتها اخر ايشي هون جاي? لوين? من الصفر لا هاي هون. للواحد. من الصفر. للواحد. طيب. تعا نشوف. من الصفر سحبها واحدة اقتران واحد. هيك اقتران. طيب هذا هيك وهيك. لا. هذا اقتران. وهذا اقتران تاني. مزبوطش. هدول اقتران اين? هذا اقتران وهذا اقتران. وين بيلةقعوا هون. معنا تعمل لك عمود هون. حاضر. هاي لعني عمود هون. ها. هاي كمان عمود. ها العمود وين يا حبيبي؟ هاي جاي هون. طب هذا العمود وين النقطة هاي شو هي مش كتب لي اياها في الرسم هنا صفر عرفت وهنا واحد عرفت طب هاي سهلة جيبها انت انت جيبها كيف جيبها ما هالنقطة هاي تعتبر تقاطع هذا الاقتران اللي هو هاسين مع الاقتران الاحمر اللي هو واحد على سين جيب تقاطعه خذ واحد على سين سويها باتنين اضرب ضرب تبادل اتنين سين مساوي واحد سين مساوي نص اذا هاي نص جاي عند النص يبها هذا العمود اللي هو نص استاذ مش بينا على الرسم ان هي نص احنا ما لنجدخل ايه يعني اذا ما زادت معك مية بالمية على الرسم ما لنجدخل مهم ما طلعت نص ان هم ان هي طلعت نص اذا هون هذا اقتران وهذا اقتران فيه تقاطع فيه عمود بناتهم يعني المساحة يا استاذ هتصير هاي ميم واحد وهي ميم اتنين طبعا ليش لان هدول عمودين اقترانين عمودين اقترانين عمودين اقترانين عمودين اقترانين عمودين اقترانين معناته ميم واحد هتساوي تكامل من وين من صفر لنص من صفر لنص مين اللي فوق هاي ميم واحد يا جماعة ها مين واحد مين اللي فوق اللي فوق اللي هو هاد اتنين ناقص مين اللي تحت اللي تحت اللي هو الازرق اللي هو سين اتنين ناقص سين ده لسين طيب ماشي هاي ميم واحد طب ميم اتنين اللي هي تكامل من نص لواحد من نص لواحد هاي ميم اتنين يا جماعة مين اللي فوق الاحمر الاحمر اللي هو واحد على سين واحد على سين ناقص مين اللي تحت اللي هو برضو الازرق هاد مين الازرق اللي هو لام سين يساوي سين ناقص سين دال سين واضح ان هذا هايو مسيطر من تحت اما من فوق مر الاقتران اللي هو الثابت ومر الاقتران اللي هو الاقتران النسبي اللي هو واحد عن سين هاي ميم واحد وميم اثنين طبعا ميم تساوي ميم واحد زائد ميم اثنين ويطلع معاك الجواب يعني ممكن هذا السؤال استاذي وفر وفيه وقت ويجبه دوائر اه طبعا ممكن وفره فيه وقت يجبه دوائر يحكي لك ميم شو تساوي ميم احط لك ميم شو تساوي ومن ضمن الخيارات يحط لك هيك تكامل من صفر لنص اللي اثنين شو كانت اللي اثنين اللي اثنين اللي هي ها سين ماقص السين اللي هي لام سين دال سين احط لك زائد تكامل من نص لا لواحد اللي هو واحد على سين اللي هو وقاف سين ناقص السين اللي هي لام سين دال سين هاي يسيدي المساحة المطلوبة هاي ميم تسوي هذا الكلام طب كيف الخيارات يا أستاذ اللي ها ممكن يلعب لك في هدول حط لك لام سين هاء سين يغير لك هدول فانت لو عرفت هذا الخيار تلاقي موجود عندك في الخيارات وطلع الجواب وخلاص وانتهى فيش داعي يعني انك تكامل وتحسب وتكمل وقصص هاي كليات هي يعني ما في داعي لها انه ممكن يجيب لك سؤال زي هيك خيارات وحط لك هذا التكامل المطلوب اللي هو بيعبر عن المساحة اللي في السؤال هاي فيا جماعة انتبهوا معي من البداية للنهاية هذا اقتران وهذا اقتران إذا في عمود بناتهم لا هذا كلاته اقتران واحد خلاص هنجيب نقطة التكاطر هاي نقطة التكاطر هاي اللي يتكاطر بنات هذا الاقتران الخطي وهذا الاقتران النسب سويتهم بعض عرفتوا نقطة تكاطران تبعتهم نص وبعدين جيبت مم واحد مم اتنين بالطريقة اللي انتوا شايفين هادي ايش هذا سؤال 26 وهذا رقم اتنين الرسمة رقم اتنين روحوا يلا الرسمة رقم ثلاث. هيها. طيب. نرسمها برا. معي شو استاذ. الرسمة جاية هيك. انا شايف. هيك عملة. وفي خط هيك. وفي خط هيك. حلو. وهي المظللة. وهي المساحة اللي مظللة. بدايتها. هاي استاذ من الاول هون. واخرها لحد هون. يعني احكي بدايتها من عند السالب اتنين. واخرها عند الاتنين. طيب. يبقى من هون. عندي وين حكينا. من سالب اتنين. لا. لا عندي اللي اتنين. طيب. في هون تقاطع. هذا الاقتران. هذا الاقتران واحد. اللي هو هذا قاف. هذا قاف. قاف. هو نفسه. طيب. اللي تحت. هذا الاقتران. اللي هو لام. اه. بس هذا لا. هذا محور السينات. اللي هو ايش. صاد يساوي صفر. اذا لازم. التقاء اللام. مع محور السينات. هذا اقتران. لازم نعمل عمود. والعمود طبعا وين. هما بلتقوا وين. عند الصفر. اذا هاي صارت ميم واحد. وهي صارت ايش. ميم. ميم اتنين. هيك هيك هيك. طيب. هاي ميم واحد. وهي. وهي ميم اتنين. ماشي يا جماعة. هذا نفس الاقتران. وهذا اقتران. وهذا اقتران. محور السينات اقتران تاني. فالمساحة هون يفترض ان هيها تساوي ميم واحد زائد ميم اتنين. طب ميم واحد. اللي هي من سالب اتنين لصفر. اللي فوق قاف. ناقص اللي تحت اللي فوق قاف. اللي تحت لام. دالسين. زائد. يفترض من صفر لاثنين. من صفر لاثنين. اللي فوق برضو قاف. ناقص اللي تحت صادس او صفر قاف. خلاص قاف دالسين. فيش دعك توب ناقص صفر. اذا هذا تكامل من سالب اتنين لصفر قاف. ناقص لام دالسين. زائد من صفر لاثنين قاف دالسين. طبعا اذا بدنا الاجوبة بنحط القاف واللام والقاف وبتطلع ايش الاجوبة. هاي هي المساحة ونطلع الجواب النهاي. وبدنا نتأكد طبعا ان كلامنا صحيح. عندك هاي اقترانين عمدين واقترانين. عمدين واقترانين. عمدين واقترانين. عمدين واقترانين. عمدين اقترانين. عمدين اقترانين. قاف ولام. قاف وصادس او صفر لهو محور السنات. هاي ميم واحد وهاي ميم اتنين. هذا اللي فوق وهذا اللي تحت. هذا الفوق وهذا اللي تحت. سهلة رسمة رقم ثلاثة. اللهم صلى سنة محمد. رقم اربعة. الرسمة رقم اربعة. ما اعطيك رسمة ها السين. و ها السالب سين. وبالمناسبة هاي رسمة ها السين. و هاي رسمة ها السالب سين. طيب ما علينا. وين المساحة اللي بدو اياها. تعال نجيبها برا. ماشي. هيك شكلها. طيقة اللي عملها هيك. النص جاييني. في عمود هيك في النص. وعمل لي هيك خط. وعمل لي هيك خط. وهيك. وهيك صح? صح يا جماعة? هاي والستاز مية بالمية. طيب ايه قسمة حالة. هاي بلشها من عند السالب واحد. للواحد. وفي النص هون في صفر. خلاص. هاي بينها. هاي ميم واحد. وهي ميم اتنين. خلاص. يعني بدهاش كلامي. بدهاش كلام هاي. وهاي كمان عندك ايش? عمود اللي وعند الصفر. اذا من سالب واحد لصفر. ومن صفر لوين? لواحد. هاي عمودين واقترانين. هاي عمودين واقترانين. متهيق لي الميم. هتساوي ميم واحد. زائد ميم اتنين. الميم واحد اللي يتكامل من سالب واحد لصفر. من سالب واحد لصفر. ميم واحد. مين اللي فوق? هاي ميم واحد. بردو. وهاي ميم اتنين. ميم واحد اللي هو هاوسين. هاوسين طبعا دالسين. لانه اللي تحت مين? اللي هو محور السنات اللي هو صفر. زائد ميم اتنين اللي يتعتبر تكامل من صفر لواحد. اللي فوق. اللي هو هادي ها وسالب سين. ها وسالب سين. دالسين. ليش دالسين؟ لانه لعنده تحت محور السنات برضو ناقص صفر. خلاص. هيك بنطلع بنطلع الجواب. ماشي يا جماعة هاي السؤال رقم 4 السنة حابب شوي هيك. لو انا عندي هيك قاف سين مثلا يساوي ها السين. هذا كيف ممكن ارسمه او كيف ممكن اعمله جدول كيف ممكن اعمله جدول اعمله جدول. مبدئيا حطها هيك 27 قوة سين. مبدئيا لما تيجي تحسب قيم خليها 27. لما تيجي تحط التكامل لما تيجي تحط التكامل حطها ها. رجعها ها. اما لو تيجي تحط قيم حط 27. لو بيتعمل لها جدول هاي عادي. ايش يعني. احلى جدول لها. ما لها يعني. ها. شوف. شو قيم هتاخد. هحطه هون سين وهون صاد. خد صفر 27.10 هتعطيك واحد. خد واحد. 27.10 واحد هتعطيك 27. طب ماشي. والله هي قيم سهلة جميلة جدا. طب خد eh 2. 2.7 بنت عشره تربيع 2.7 بنت عشره تربيع يا جمعي اشوفوا. 2.7 بنت عشره تربيع بتساوي 7. و 2 من عشره. عكستهم بس هنحط كما نتسعة. 7.29 بنت عشر من مين. 7.29 بنت عشر من مين. يعني 7.3. من عشره تقريبا اذا بدك تكتبها. 7.3 بنت عشره تقريبا. فهي قيم لما تيجي تمثل القيم هاي هاقسين هاي هاقسين الأزرق هاد لما تيجي تمثل القيم هاي صفر واحد هتلاقي هون هاي هالصفر والواحد طيب واحد واثنين وسبعة من عشر هتلاقي هون واحد واثنين وسبعة من عشر اتنين وسبعة من عشر اتنين وسبعة وثلاثة من عشر هتلاقي هون اللي اتنين مثلا هون اللي اتنين احكي هانا اللي اتنين وهتلاقي فوق فهذا بيكمل لفوق بروح طب استاذ في قيم سالبة خد سالب واحد حاضر اتنين وسبعة من عشرة قوة سالب واحد اتنين وسبعة من عشرة قوة سالب واحد انتوا عارفين القوة السالبة بتجلب الكسر طب هذا مش كسر يا استاذ اتنين وسبعة من عشرة لا مهي اتنين وسبعة من عشرة ليه سبعة وعشرين على عشرة صح؟ اه اتنين وسبعة من عشرة سبعة وشرين على عشرة قوة سالب واحد بدي اشيل السالب واحد عدد اقلب الكسر. بتصرها 10 على 27. طب كيف تبدي اقسمها 10 على 27? العشرة اصغر من الم God instagram كن valle 27. منحط صفر وفاصلة. منحط ون صفر. مية على سبا وase 20. مية statistic 30 تعني منكمل قصور ما يهمني. يعني 3 بال 10. يعني لما تعود السالب واحد س الطعم معكم تقريبا هون. تقريبا تلاتة ع הב Denn underground. تقريبا. احنا بدنا借 100 بال1. فالسالب واحد هي معطيك سالب واحد مع ثلاتة من عشر. طب يا استاذ لو حطيت سالب اتنين. عادي. حط سالب اتنين. شوف. حط سالب اتنين. طب ماشي. هتصير اتنين وسبعة من عشرة يا استاذ قوة سالب اتنين. اللي هي سبعة وعشرين على عشرة قوة سالب اتنين. اللي هي عشرة على سبعة وعشرين تربيع يا استاذ. طب هاي مشكلة هس صارت. عشرة على سبعة وعشرين تربيع يا استاذ. طب ربع. اقول لك خليها واحد على اتنين وسبعة من عشرة تربيع شو تربيع الواحد واحد اتنين وسبعة من عشرة شو تربيعها حكينا يا استاذ سبعة واثنين من عشرة طب شو نعمل هنشيل الفاصلة ونحط هون صفر صارت عشرة يا استاذ على اتنين وسبعين لا يجوز نحط فاصلة ونحط صفر مية على اتنين وسبعين تقريبا واحد بالعشرة ايها اذا السالب اتنين تقريبا مع واحد بالعشرة بتحط قيم بطلع معاك ها السين طب ها السالب سين نفس القيم طب لو أجاني يا أستاذ يبقى أنا عندي اقترنة تيك في ها السين وفي ها السالب سين وفي سالب ها السين وممكن كمان سالب ها السالب سين إذا بدك هدول 1 2 3 4 هدول القيم يا أستاذ خذ لهم قيم يا حبيبي 0 1 2 سالب 1 سالب 2 عوض القيم احسب القيم تقريبا الكسور هاي احسبها تقريبا. الكسور هاي احسبها تقريبا. ماشي? اعيد للكو شغلة. شو هي يا استاذ? اللي هي اتنين اتنين وسبعة من عشرة والسالب واحد. اللي هي اقلبها. اقلبها. اللي هي واحد على اتنين وسبعة بالعشرة. اللي هي عشرة على سبعة وعشرين. عشرة على سبعة وعشرين. بتحط فاصلة. وبتحط صفر. وبتقسم. مية سبعة وعشرين تقريبا تلاتة والعشر. طب يا استاذ اتنين وسبعة من عشرة والسالب اتنين. اللي هي تعتبر واحد على اتنين وسبعة من عشرة والس اتنين. طيب الواحد التربع اللي هو واحد اتنين وسبعة من عشرة والس اتنين. اللي هي سبعة وتسعة عشرين بالمية. ماشي يا جماعة ممكن تخليها ايش? سبعة واتنين بالعشرة او سبعة وتلاتة من عشرة مش هتفرج هاي ها. بتشيل الفاصلة بتحط هنا عشرة. عشرة تلاتة وسبعين. تقليها مية. وبتحط فاصلة في الجواب. هاي مية تلاتة وسبعين بتطلق تقريبا نساز واحد. واحد بالعشرة هاي الارقام. بتساعدك انك ترسم مسلا هاق السلب سلب هاق السلب هاق السلب هاق السلب سين هدا بالنسبة لها قسين. طبعا الرسم والجدول والشغلات هاي خارج سؤال. نحن حلينا السؤال بس حكيتلكو. خلينا اعطوكو شوية معلومات عن ايش? عن الهاء والسين. بس السؤال من الاصل محلول يعني ما اخدش معنى اه ما اخدش معنى اي اشي. شوار رقم كام هاد اربعة? نروح على رسمة رقم خمسة. توكر على الله. اللهم صلى الله سيدنا محمد. شوار رقم خمسة. او فرح خمسة من سؤال ستة وعشرين. وهي مظلل عندي. شو رايكم اخدوا برا? تمام يا استاذ? آه الرسمة هيك كيف جاي? هيا عملا هيك. في فوق كانو هيك. وبعدين هيك. وبعدين هيك يا استاذ. الله يا صح مزبوط. طيب. هيوان بدايتها? ركزوا معي الان بدايتها من هون. ايوان بدايتها هون. من عنده وين? عند سالب اتنين. لا لهون. عنده وين? عند الاتنين. مزبوط. طيب. هاد هيك اقتران. اللي هو صادسة وصفر. هاد صادسة وصفر. صادسة وصفر. صادسة وصفر. اللي هو محور السنة التحت كل هاته. تعافوا. هذا اقتران. آه استنى شوي. في هون تقاطر. وهذا اقتران تاني. وهذا كمان واحد. ازن في هون عمود. وهون كمان في عمود. حلو. ممتاز. يبقى صار عندي هون ميم واحد. وهون ميم اتنين. ميم واحد. وهون ميم اتنين. وهون ميم ثلاثة. طيب ممتاز. هاد العمود وين طيب? هاد تقاطع التربيعي. مع الاقتران هاد. وهاد مع نفسه مع التربيعي. يعني هدول النقطتين. الاعمدة هدول. هاد. وهاد. اللي هو تقاطع التربيعي مع التلات. طيب اللي هو اربع ناقصين تربيع. احكي. اربع ناقصين تربيع. هسويه مع التلات. جيب لي السين تربيع هون. هتصر سين تربيع. هتساوي. جيب التلاتة هناك واحد. يعني سين هتساوي واحد. وسين هتساوي سالب واحد. اه ازن هادول متقطعين. عند الواحد والسالب واحد. يعني لازم الرسمة هاي. تيجي هيك. عند السالب واحد. وهي لازم تيجي هيك وين عندي الواحد إذن سهلة هيك الآن صار عندي ميم واحد وعندي بالنص ميم اثنين وعندي هون ميم ميم ثلاثة وعندي هون إيش يا جماعة ميم ثلاثة أستاذ الاقتران التربيعي هذا الاقتران التربيع متماثل يعني الاشي اللي هون هو نفس الاشي اللي هون يعني هاي ميم واحد بتساوي ميم ثلاث ليش أسويها مرتين يعني ليش أسويها مرتين فأنا بحكي هيك إنه المساحة ميم هتساوي ممكن إنت تكتب ميم واحد زائد ميم اثنين زائد ميم ايش زائد ميم ثلاثة كالتالي ميم واحد اللي هو تكامل ميم واحد مين اللي فوق الاقتران التربيعي اللي هو أربع ناقصين تربيع ناقص محور السنات انسى اللي هو من سالب اثنين لسالب واحد من سالب اثنين لسالب واحد دالسين زائد ميم اثنين ميم اثنين اللي هو تعتبر من سالب واحد لواحد اللي هي هاي من سالب واحد لواحد ممكن تعتبرها تعمل زي هيك وتقول لي هذا مستطيل نسى الموضوع ولا مستطيل ولاش احكي من سالب 1 ل1 مين اللي فوق ما هو الاقتران الخط اللي هو 3 ده لسين اللي تحت محور السنات ما عارس سريع هاي بدون ما تبقى تحسب لا مستطيل ولا مربع زائد ميم 3 ميم 3 اللي هي تكامل من 1 ل 2 من 1 ل 2 وبرضه الاقتران اللي فوق هاي ميم 3 يا جماعة الاقتران اللي فوق اللي هو التربيعي واللي تحت هد يعني 4-20 تربيع 4-20 تربيع دالدال engineers لاحظ هون في 4-20 تربيع وهون 4-20 تربيع ماشي هاي من سلب 2 لسلب 1 وهاي من 1 لات 2 المساحة هاي هاي هتطلع نفسها هاي ليش لانه هذا الجزء نفس هذا الجزء على الجهة الثانية الجزء هذا على الجهة هاي هو نفس الجزء هذا على الجهة هاي هاي نفسها هاي نفسي لأنه هذا الاقترار التربيع متماثل هاي محور التماثل جاي في النص ماشي يا جماعة ولو حسبتها حر انت يحسبها زي ما بدك زي ما حكيت لك ممكن انت تعملها كيف ممكن تأخذ واحدة من هدول يا هاي يا هاي حسنا تأخذ من سلب اثنين لسلب واحد او من واحد لاثنين وتضربها باثنين يعني هاي او هاي اخذ انا مثلا هاي اضرب اثنين تكامل من واحد لاثنين اربع ناقصين تربيع دالسين زائد اللي هو تكامل من سالب واحد لواحد تلات دالسين شايف يعني انا بحكي لك الشغلات هاي ليش عشان ممكن يدوائري يعني يعمل لك حركة زي هاي من واحد لاثنين او من وين اجت هاي اللي اتنين تحكي لي اه من الاثنين هاي يا استاذ من وين اجت بقول لك ما هاي نفسها هاي كيف عرفت ان هاي نفسها هاي مبينة هالشكل الجزء هاد لانه هذا الاقترار التربع متماثل حول محور التماثل يعني اما انت اذا بدك تجيب الجواب هاي وخلاص وبتجيبها وتضربها باثنين اسهل لك والله اسهل تحسب مرة واحدة مش توقع تحسبوها ما تحسبوها وبتطلع ايش الجواب هذا بالنسبة لشكل رقم ايش خمس واحد ممكن يحكي لي استاذ بقول له اه تفضل ممكن نجيب المساحة هاي كلياتها اللي هي من سالب اتنين لاتنين اللي هي بين الاقتران التربيعي وبين محور السينات ونقص منها المساحة اللي هي بين الاقتران التربيعي وبين الاقتران هاي يعني احكي المساحة كاملة ناقص الجزء هاي ناقص الجزء هاي بقول لك اه ممكن مافي مشكلة مافي مشكلة مافي حكر على الفكر مافي حكر على الفكر والموضوع wanna know how to run على كل الاحوال والامور تمام بتمام طالما انت فاهم سهو اللي بدك ايها اذا فاهم انطلق اذا فاهم انطلق اذا فاهم انطلق يا عمي انطلق انطلق اذا فاهم اما اذا بدك توبع التغلب ولا تنطلق على على بالك اعمل زمحنا بنحكي